جماعة أخيرا يحصل ربما هذا يكون أحد أهم الفيديوهات اللي عملتها على هذه القناة نشوف تحول هائل كبير حاليا والعلامات واضحة ووضوح الشمس ونشوف كل شيء الآن يتوافق للبيتكوين ونتيجة لهذا الشيء البيتكوين أكيد قاعد يحصل هنا على ارتفاعات هائلة وهل ممكن أن البيتكوين يوصل إلى مليون دولار في خلال فقط 90 يوم في نهاية شهر يونيو شهر 6 هل ممكن أن البيتكوين يوصل إلى مليون دولار رح تقولوا أنه أنا فقط عقلي رح تقولوا منصور خلاص أنت كذا صرت مجنون رسمي ولكن قبل ما تتأكد يا جماعة من هذه الفكرة عايزكم أقل شيء تسمعوني أول وعايزكم تفهموا القضية ليش أنه هذا ممكن يحصل وهذا الشخص هنا في الواقع حطرهانه وهو متأكد 100% وهذا مش شخص غبي رح أعطيكم يا جماعة وأعرفكم إيش اللي قاعد يحصل هنا لأنه كل شيء تغير هنا للكريبتو والأسواق في الأيام الماضية ولا تفوتوا هذا الشيء هذه هنا فرصة مغيرة للحياة فتأكد يا جماعة أنكم تشوفوا هذا الشيء من البداية إلى النهاية أسياء مهمة تحصل في السوق الآن وأكيد رح أعطيكم تحديث عن الصفقات تبعي هنا علشان تكونوا مجهزين للحركات القادمة اللي رح أعملها هنا في السوق فتأكد يا جماعة أنكم تظلوا معي من البداية إلى النهاية مرحبا بكم مرة أخرى اسم منصور قدم لكم فيديوهات عنه لو لا ترقمي كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب واو أوكي من وين نبدأ هنا في البيتكوين البيتكوين يستمر أنه يحصل على ارتفاعات هائلة وإذا تتذكروا في فيديو أمس كنا نقترب من هذا الخط البرتقالي العريض وإحنا وصلنا إلى هذا الخط البرتقالي العريض هذا هو المكان الذي حصلنا منه على الرافض في السابق تقدروا تشوفوا هنا أنه حصلنا على الرافض وهنا نزلنا إلى هذا الخط البني في الأسفل حصلنا على دعم هائل هنا عند هذا الخط البني في الأسفل وبعد كذا طلعنا هنا للأعلى طيب اللي كنت أقوله أمس هو أنه في السيناريو التقليدي يعني في حالة أو إذا كنا فقط نشوفه على هذا اليتشارت فهذه هنا راح تكون منطقة منطقية علشان نأخذ الأرباح ولكن كمان اللي قلته أنه كان في عندي إحساس يقول لي أنه إحنا راح نرتفع ونكسر فوق هذا الخط البرتقالي ولهذا السبب أنا ما أقفلت هذه الصفقة هنا تبعي تقدروا تشوفوا الآن أنه أمس كانت تقريبا مرتفعة بـ 12 ألف دولار ولكن اليوم 14 ألف دولار وأرباح بنسبة 300 هو 45% من المنطقة اللي دخلنا فيها هنا في الأسفل عند الخط البني عند 20 ألف دولار في خلال فقط ساعتين وربما كمان أقل من هذه الفترة يعني نص ساعة أو ساعة بعد ما نشرت الفيديو تبعي أمس قلت فيك أنه أعتقد راح نحصل هنا على حركة اندفاع قوية للأعلى هنا في البيتكون أخيرة ولما أقول أخيرة معناته أنه يعني راح نحصل على ارتفاع أخير هنا قبل ما نحصل على شوية رفض وهذا بالفعل اللي حصل حصلنا هنا على الدفع حصلنا على بمب والآن إحنا فوق هذا الخط البرتقالي العريض ولكن أكيد الآن لازم نكون حاذرين لأنه هذا هنا مر أخرى جماعة مستوى 30 ألف دولار يعتبر مستوى وخط بنيها الجدا فربما أعتقد أنه راح أظلم تمسك باللي قلت أمس نستنى هنا الدفع الأخيرة فوق هذا الخط البرتقالي نشوف فين راح تأخذنا ممكن هذه هنا تكون القمة الحالية قبل ما نحصل على التماسك ونحاول نختبر هذا المستوى هنا بذيل أعلى هنا شوية وبعدها هنا نحصل على بعض التماسك تقريبا هنا تحت هذا الخط البني ولكن جماعة هذا السوق مش سوق عادي حاليا هذا السوق جنوني تماما لأنه في عندنا أشياء كبيرة تحصل في عندنا النظام يتغير بالكامل بشكل كبير من ناحية الأموال من ناحية إطباعة الأموال وكل شيء آخر طيب خلونا نبعد هنا شوية ونلقي نظرة هنا على هذا الفريم الأسبوعي نقدر نشوف هنا أنه في عندنا خط مقاومة قوي في الأعلى هذا التريند لاين كمان موجود على الفريم اليومي وفي الواقع تقدروا تشوفوا هذا المستوى كنت تتكلم عنه أمس نحن الآن تماما تحت هذا الخط هنا خط المقاومة فهذه هنا نقطة مقاومة أخرى ففي عندنا خط المقاومة هذا هنا وكمان عندنا خط المقاومة الخط البني الهائل هذا هنا وكمان الخط الأحمر هنا داخل هذا الخط البني فنعم أكيد ممكن نحصل على رفع أخيرة مثلا إلى 5 أو 6% وبعدها راح نكون عند مستوى مقاومة هائل جدا ولكن السؤال هو أكيد إذا أنتم تابعين قناتي لمدة سنة يا جماعة لمدة سنة أنا قاعد أقول هذه هي النقطة اللي راح نحصل فيها على حركات هائلة جدا وهذا مش بالضبط يعني محدد باليوم هذا فقط مجرد تقريب لأنه هذا اعتمادا على التنصيف والتنصيف راح يحصل أو التقدير أنه راح يحصل في تاريخ 28 شهر مارس وهذا هنا يتقلب لما أضفت هذا الاتشارت أو هذا صندوق كان وفقا لأنه التنصيف هنا في تاريخ 4 مارس فيعني مش بالضبط هنا عند هذا المستوى أو عند هذه النقطة ولكن في أثناء الوصول هنا إلى هذا الخط أنا قلت أعتقد أنه راح نحصل على ارتفاعات كبيرة وداخل هذا الخط الأزرق راح نوصل إلى مستويات أعلى من النقطة اللي كنا فيها أو لدخلنا فيها إلى هذا الصندوق الأزرق ولكن شوفوا هنا جماعة هل أنا أخطأت في وضع هذا الخط هنا شوية يعني هل المفروض أنه هذا الصندوق الأزرق يكون أقرب شوية من المنطقة اللي إحنا فيها الآن وهل إحنا الآن قاعدين نشوف هذا التأثير اللي كنت أتكلم عنه هنا راح يحصل داخل هذا الصندوق لأنه الفرق هذا هنا يعتبر لتقريبا مدة شهر فزي ما قلت يا جماعة الفكرة الرئيسية هي أنه أعتقد داخل هذا الصندوق الأزرق هنا حركات هائلة راح تحصل هل ممكن أنه أنا أخطأت في وضع هذا الخط بشهر وإحنا الآن قاعدين نشوف هذا التأثير اللي راح نشوفه عندما ندخل أو نخترق هذا الخط الأبيض وندخل إلى الصندوق الأزرق ممكن ولكن بالنسبة لي ما تفرق كثير أكيد يفرق فين سعر البيتكوين ولكن في النهاية أنه نكون داخل هذا الصندوق الأزرق وإحنا راح نكون بالفعل داخل هذا الصندوق الأزرق قريبا هذا هو الشيء المهم وأنا أكيد أكيد راح أشتريه في كل الهبوطات اللي راح تحصل داخل هذا الصندوق الأزرق هذا هي لسه خططي إذا شفتم فيديو استراتيجيتي اللي نشرته تقريبا قبل نص سنة كل شيء قلت في ذاك الفيديو أنا لسه عند كلمتي وإلى الآن إلى أشياء ماشية بشكل مثالي جدا بالنسبة للأسواق التقليدية ماشية هنا بشكل جانبي حصلنا على هبوط كبير هنا في يوم الجمعة والبيتكوين أكيد قاعد في صعود وهذا هو اللي عايزة أشوفه جماعة الإيمان يوضع في البيتكوين لأنه في عندنا أشياء هائلة جماعة تحصل هنا وأول شيء عايزة أتكلم عن صفقاتي وبعد كذا راح أتكلم عن فكرة أن البيتكوين راح يوصل إلى 1 مليون دولار في خلال فقط 3 أشهر ولماذا يجب أنك تركز وتنتبه على هذا الشيء طيب أول شيء بنسبة لصفقتي هنا تقدروا تشوفوا هنا أنه مرتفعة بنسبة 14 ألف دولار ومرتفعة هنا ب350 دولار وهذا شيء هائل جدا وأفضل شيء بخصوص هذا هنا أنه هذا كان شيء إحنا قاعدين نخطط له من عدة أشهر شراء مستوات الدعم الهائلة هنا عند الخطوط البنية تبعي في الأسفل والبوت تبعي كان يتداول هنا بشكل مربح في السابق وبعدها حولنا ذاك البوزيشن إلى هذه الصفقة فكل شيء مشى إلى الآن بشكل مثالي جدا وكمان جماعة أعطتكم التلميح أمس عن بعض البوتات اللي قاعد أجربها هذه البوتات تستمر بأنها تدخل أرباح كبيرة حاليا هنا مرتفعة بنسبة 16% وهذا هنا 15% أرباح فإلى الآن هذه البوتات أداءها رائع جدا ولكن نشوف هنا هذه البوتات فتحتها لما البيتكوين كان في بوليش تريند فيعني أنا عايز أشوف كمان كيف راح يكون أداء هذه البوتات لما البيتكوين يهبط أو لما يكون في تريند هابط فرح أستمر جماعة باختبار هذه البوتات من أجلكم خلوني أنا راح أقترف الأخطاء وخلوني أشوف هل راح تكون هذه البوتات هنا مربحة مع مرور الوقت أو لا وإذا استمرت هذه البوتات بأنها تكون مربحة كالعادة جماعة راح أشاركها معكم على هذه القناة زي ما قلت عايز أشوف أداء هذه البوتات لما البيتكوين يهبط الأسفل فأنا راح أخذ الضربة بفلوسي وما في داعي إنكم تعملوا هذا الشيء ولكن أكيد إذا عايزين تجربوا هذا الشيء كمان فتحتاجوا إنه يكون عندكم حساب في الأوكي اكس وبعدها لما أكون متأكد من أداء هذه البوتات لأنه هذا كمان تم نشره مؤخرا هنا على الأوكي اكس فراح أعمل فيديو منفصل وراح أشرح فيه كل شيء علشان يكون عندك كل شيء تحتاج تعرفه وإيش اللي لازم تعمله علشان تكون قادر إنك تشارك وتدخل صفقات هنا في هذه البوتات وكل عادة جماعة راح أخليكم على يطلع طبعا الروابط موجودة في صندوق الوصف تقدروا كمان تحصلوا على 50 ألف دولار عن طريق التسجيل في منصة الأوكي اكس فتأكدوا إنكم تسجلوا اليوم اضغط على هذا الرابط وانضم اليوم واستفيد من هذه البونصات واستفيد من هذه المنصة الهائلة طيب الآن جماعة كل شيء يتغير مش فقط للكريبتو ولكن كمان للأسواق المالية بشكل عام أول شيء أعيز أريكم يا جماعة هو العائدات الحكومية عائدات العشر السنوات زي ما أنتم عارفين عائدات العشر السنوات كانت هنا عند هذه النقطة عند 4.5% بمعنى ممكن تحط أموالك الكاش في السندات الحكومية ورح تدخل أو تكسب عائدات آمنة المخاطر بدون أي مخاطر 4.5% واللي حصل هنا هو أن الناس شافوا على السوق وشافوا أنه كان في وضع الهبوط فقط فناس أكثر دخلوا أموالهم وحطوها هنا في هذه التريجيري ييلز وهذا معناته أنه كانوا يحطوا أموالهم في شيء آمن وكانوا يحصلوا على 4.5% بدلا من طبعا خسارة أموالهم في السوق فهذا هو اللي عملوا الناس والآن نشوف أنه العائدات الحكومية تهبط وحاليا هبطت فقط إلى 3.3% والليسة يعني تعتبر تاريخيا عالي إذا شوفنا هنا تقدروا تشوفوا أنه هذا لسه يعتبر يعني تاريخيا مرتفع من النقطة اللي كنا فيها هنا كنا عند صفر وهذا هنا كان في سنة 2020 ولكن الآن بدأ بالهبوط والآن كلما هبطنا أكثر يا جماعة كلما حصلنا على هبوط كلما العائدات قلت ناس أكثر رح يحطوا أموالها في السوق وعلشان كذا الناس الآن يشتروا البيتكوين ويشتروا أشياء مختلفة لأنهم يتوقعوا أن الناس رح يأخذوا أموالهم ويسحبوها من التريجير ييلز ويضعوها في أسهم ويضعوها في البيتكوين والكريبتو وأشياء أخرى فهذا الآن يعتبر شيء مهم جدا هنا يتغير في السوق وأيضا كمان عائدات السنتين هبطت هنا كمان بشكل كبير فنقدر نشوف هنا أنه هبطت من 5% إلى 3.5% في فقط خلال يا جماعة أسبوعين فإحنا يا جماعة حاطين عننا على هذا الشيء وهذا الشيء مهم لأنه إذا الناس غير قادرين على مرة أخرى عائدات بدون أي مخاطر من هذه التريجيري بونز فالناس أكيد راح يسحبوا هذه الأموال وراح يضعوها في الأصول وبالتالي يرفعوا هذه الأصول بشكل كبير فأكيد راح نراقب هذه الأشياء هنا عن كثب هذه هنا أحد أكبر التحولات اللي شفناها منذ سنوات وإذا استمر هذا الترند فممكن نتوقع الأصول بأنها تستمر بالارتفاع للأعلى وكمان شيء آخر متوقع أنه الأصول والبيتكوين بشكل خاص راح يرتفع هو بلاي هذا الشخص كان هنا محق في السابق عدة مرات بخصوص أشياء مختلفة فيعني ما راح أستبعد هذا الرجل كليا فاللي يقوله ببساطة أنه هو يراهن ويحط أمواله عند كلمته جماعة مرة أخرى هذا مش رجل غبي وهو يؤمن أنه في خلال فقط ثلاثة أشهر البيتكوين راح يوصل إلى واحد مليون دولار شيء جنوني تماما صح؟ طيب خلونا نشوف على هذا الشيء هنا كل شيء بدأ من عند هذا الرجل جيمس من لوك طبعا مش متأكد من هذا ولكن يبدو هنا بأنه شخص لو مكانته فهو قال أنه راح يراهن واحد مليون دولار بأنه أمريكا ما راح تدخل في تضخم مفرط أو هايبر انفليشن هذا الشخص طلع وقال راح أدخل في هذا الرهان راح تشتري واحد بيتكوين حاليا اللي سعره مش واحد مليون دولار فواحد مليون دولار هو حط هنا هذا في اليو اس دي ولكن هو يراهن هذا المبلغ على واحد بيتكوين فواحد بيتكوين قيمته خلونا نقول 27 ألف دولار حاليا هذا الشخص جيمس من لوك حط 27 ألف دولار وبلاي متأكد جدا بأنه البيتكوين راح يوصل إلى مليون دولار لدرجة أنه بنفسه حط مليون دولار فالرهان في الواقع هو أربعين مقابل واحد لأنه واحد بيتكوين يساوي حاليا 26 ألف دولار في الوقت اللي تم فيه نشر هذا المنشور المدة هي 90 يوم وبقية الشروط هنا موضحة هتقدروا تشوفوها ولكن شوفوا هنا هذا هو اللي قالوا تماما مثل 2008 البنوك كذبوا هذه المرة كذبوا حافظوا البنوك المركزية والبنوك والمنظمون المصرفيون على جميع حامل الدولار والمدعين هو مؤمن أنه إحنا راح نحصل على تضخم مفرط هايبر انفليشن حاليا وفي الواقع فيه جماعة هنا بعض الأشياء اللي تشير إلى احتماليات حدوث هذا الشي راح أوريكم هذه الأشياء هنا بعد شوية ولكن هو مؤمن أنه راح يكون البيتكوين هو المعيار وعشان كذا هو حط هذه الأموال وعندكم كمان السلفادور الناس في السلفادور قاعدين يستخدموا البيتكوين أقل شيء في عدة الأشهر الماضية نشوف قيمة الدولار قاعدة تهبط والبيتكوين قاعد يرتفع من ناحية القيمة فهذا الشيء رائع جدا ولكن 1 مليون دولار في خلال 90 يوم لازم أنه يحصل شيء غير اعتيادي بالكامل علشان هذا الشيء يحصل هذا الشيء احنا عارفينه وكمان احنا شايفين هنا أنه البيتكوين قاعد يرتفع والأسواق التقليدية هنا تطلع بشكل بطيء جدا هنا ولكن الدولار يفقد القيمة والبيتكوين يرتفع للأعلى فهل ممكن نشوف البيتكوين كمعيار هذا هو سبب إنشاء البيتكوين علشان البنوك توقف التلاعب بأموال الناس أنا بكل تأكيد يا جماعة أكره البنوك البنوك صراصير البنوك هذه تفترس الناس العاديين ويخلوا الجميع أفقر والبيتكوين يا جماعة يحل هذه المشكلة نعم احنا متداولين ونعم احنا نحاول أن نطلع أكبر قدر من الأرباح نحاول أن احنا نحصل على بيتكوين أكثر ولكن مع مرر الوقت احنا عايزين أو أنا عايز أن البيتكوين ينجح لأنه هذه هي طريقة خروج الناس العاديين من النظام اللي يسرقهم كل يوم فأنا بكل تأكيد أأمل أنه راح يتم تبني معايير البيتكوين هنا هذا الشيء لسه مبكر ولكن الأشياء واضحة هنا إذا في أي وقت لتبني معايير البيتكوين فهو الآن مع انهيار البنوك اللي فشلتنا طيب خلونا نشوف يا جماعة إيش اللي توقعوا هذا الشخص في السابق هذا هنا يا جماعة كان قبل ما تبدأ ضربة الكوفيد هذا كان في وقت مبكر جدا هذا كان قبل التفشي الهائل والإغلاق وكل الأشياء اللي حصلت يعني هذا فقط أول ما بدأ اكتشاف هذا الفيروس قال راح نشوف إغلاق الحدود شوفوا الوقت هنا اللي نشر في هذا المنشور وقال راح نشوف قومية احنا أبدا ما شفنا الناس متفرقين بنفس ذاك الوقت اللي احنا فيه وقال كمان راح نشوف العزل الاجتماعي وكمان راح يكون في العمل عن بعد وكمان راح يكون في كمامات وعدم الثقة في الحكومات فببساطة كل شيء هنا كان يتوقع هذا الشخص في السابق حصل بالفعل وجماعة شوفوا الآن هو الآن يتوقع البيتكوين راح يوصل إلى مليون دولار راح نشوف راح نشوف هل راح يكون الهايبر انفليشن سبب لرفع البيتكوين إلى هذه المستويات أولى والآن جماعة هذه هي الأشياء اللي تشير إلى أنه هذا بالفعل ممكن يحصل نشوف أنه تم العثور على 186 بنك لديهم نقاط ضعف مماثلة لبنك السلكون فالي وفقا لتقارير والستريت جورنال كفلوا السلكون فالي بنك ووضعوا 300 مليار دولار إلى الاقتصاد طبعوا 300 مليار دولار إذا 186 بنك آخر عندهم نفس الشيء عندهم نفس الكمية من الأموال فكم هي كمية الأموال اللي تعتقدوا أنه لازم يضعوها علشان يكفلوا ويضمنوا هذه البنوك فهذه يا جماعة هي الحالة اللي تقول أنه هذا في الواقع ممكن يحصل وكريتد سويز يقال بأنه راح يتم الاستلاء عليه من قبل اليو بي اس تذكروا يا جماعة أنه كريتد سويز عنده دعم بقيمة 50 مليار دولار ولكن لسه في مشكلة فلسه يحتاجوا أموال كثيرة وإذا ما حصل هذا الشيء إذا ما حصلوا على أموال أكثر فيبدو أنهم راح ينهاروا فأموال أكثر تدخل إلى النظام ومرأة أخرى يا جماعة هايبر انفليشن وأيضا الفيدرالي طلعوا وقال أنه البنوك راح يحصلوا على تمويل من الفيدرالي فكل بنك على وشك الانهيار راح يحصل على تمويل من الفيدرالي لكي ينجو فمرأة أخرى يا جماعة أموال أكثر راح تدخل إلى النظام وكلما دخلت أموال أكثر إلى النظام هذا معناته ارتفاع في سعر البيتكوين الناس يشوفوا البيتكوين كتحوط من التضخم وهذا الشيء رائع جدا طيب وبالنسبة لي هل أصدق أنه البيتكوين راح يوصل إلى مليون دولار في ثلاثة أشهر أكيد يعني لسه هذا يعتبر شيء سخيف جدا أنه يعني الواحد يقول أنه هذا واقعي وبكل صراحة هذا يعتبر شيء سخيف جدا أنه الواحد يعتقد ويقول أنه هذا شيء واقعي ولكن الطريقة الوحيدة اللي ممكن يحصل فيه هذا الشيء هو إذا شفنا انهيارات كبيرة في البنوك ونحن الآن في الواقع بالفعل نشوف هذه العلامات أنه ممكن هذا الشيء يحصل فيعني يوجد فرصة أنه هذا الشيء يحصل يعني ما أستبعد أنه البيتكوين راح يوصل إلى مليون دولار في خلال تسعين يوم ما أستبعده ولكن شيء سخيف راح نشوف يا جماعة راح نشوف وهذا الرجل هنا في الواقع حط 2 مليون دولار لأنه غير الواحد مليون دولار اللي حطه للرهان نفسه وكمان حط 1 مليون دولار علشان ينشر تبني البيتكوين فرح نشوف يا جماعة هل هذا الشخص هنا راح يكون محق أو لا والآن يا جماعة عندي سؤالين لكم هل تعتقدوا أنه راح يكون سعر البيتكوين مليون دولار في شهر 6 وكمان كيف راح تتغير حياتكم إذا وصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار في نهاية شهر 6 اكتبوا لي يا جماعة رأيكم تحت في التعليقات أعتقد أنه هذا شيء غير واقعي ولكن الشيء الوحيد اللي ممكن يخلي هذا يحصل هو أنه إحنا نشوف انهيار هائل في النظام المصرفي واللي هو بالفعل موجود في ميزان الاحتماليات في الوقت ذاته يا جماعة راح أستمر هنا باستخدام وتجربة هذه البوتات ورح أبلوكم في حال كانت هذه البوتات مربحة راح أعرفكم استراتيجيتي بالضبط مع هذه البوتات صفقة هنا نزلت شوية ونسجل هذا الفيديو ولكن لستقريبة هنا من مستوى 14 ألف دولار ما أتدمر وهنا 345% راح نستمر يا جماعة بعمل مثل هذه الصفقات راح نستمر بالحصول على النفس هذه الأرباح على هذه القناة وكلاعادة يا جماعة دائما راح أعطيكم تحديث عن كل الأشياء اللي أعملها علشان كمان تقدر أنت تدخل أرباح وتغير حياتك وتغير حياة عائلتك وتصنع عالم أفضل أو أي شيء عايزه ولكن هذا هو يا جماعة هدفي في هذه القناة هذا كل شيء عندي اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم